اشتركوا في القناة قال الله سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا صدق الله العلي العظيم سورة الانشقاق هي من السور المكية آياتها 25 آية وتتحدث هذه الآية عن أمور خمسة في هذه الآيات القصيرة كما عادة هي الآيات المكية تتحدث أولا عن أشراط يوم القيامة وما يحدث من أحداث مهولة ومروعة في نهاية العالم وبداية يوم القيامة للتذكير الناس بأن هناك بعد الموت آخر يحشرون وأهوال كثيرة ستحدث ويجب أن يستعد لها الإنسان ثم بعد ذلك تتحدث عن يوم القيامة والحساب وما ستقول إليه عاقبة كل من الصالحين والمجرمين نعوذ بالله أن نكون من المجرمين والثالثة المطلب الثالث يعني تتحدث عن ما هي الأعمال والعقائد التي تجر الإنسان إلى السعادة أو سخط الله نعوذ بالله من سخطه وسخط الله يؤدي إلى الخلود والمهانة في يوم القيامة والموضوع الرابع مراحل سير الإنسان في حياته في الدنيا وفي الآخرة وأخيرا تتحدث عن جزاء الأعمال الحسنة والأعمال السيئة روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل هذه السورة قال من قرأ سورة إن شقت أعاذه الله أن يؤتيه كتابه وراء ظهره أنه يأتي في الآية بعضهم يؤتى كتابه من وراء ظهره فيقول من قرأ هذه السورة أعاذه الله أن يؤتيه كتابه وراء ظهره طبعا قرأها ومفروض عمل بها وتخلق بما يقوله القرآن من أعمال صالحة وطبعا سيكون إن شاء الله من المؤمنين ويعطى كتابه بيمينه ولا يعطى بشماله أم وراء ظهره وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من قرأ هاتين السورتين وجعلهما نصب عينه في صلاة الفريضة والنافلة شو بالتعبير وجعلهما نصب عينه يعني يتأمل في الآيات ويطبق الآيات ويحاول أن يستمع إلى كلام الله بقلب مفتوح ويؤثر على عمله وسلوكه يقول لم يحجبه الله من حاجة أولا تكون حوائجه في الدنيا مقضية الله لا يحجبه من حاجة وثانيا ولم يحجزه الله من حاجز وثالثة ولم يزل ينظر إليه حتى يفرغ من حساب الناس يعني يوم القيامة على شدة الموقف العظيم هناك والإنسان مضطرب لا يدري ما سيقول إليه أمره ولكن الله ينظر إليه بمعنى أنه يكون بالرحمة الإلهية يكون مطمئن أنه هو من المرحومين حتى وإن طال الانتظار ولكنه هو من المرحومين لأنه الله ينظر إليه لم يزل ينظر إليه حتى يفرغ من حساب الناس نأتي إلى الآيات التي تشجع الإنسان للسير نحو الكمال المطلق بذكر الأمور المهولة والإشارة إلى ما يحدث في السماء في يوم القيامة أو قبل يوم القيامة قل إذا السماء انشقت إذا هنا حرف شرط ولحرف الشرط جزاء يعني إذا السماء انشقت سيلاقي الإنسان ربه ويحاسبه ويجازيه انشقت هنا بمعنى تلاشت نجومها وأجرامها واختل نظام الكواكب هذا النظام البديع الجميل الموجود خلال آلاف أو ملايين السنين هذا كل ينشق ويتلاشى هذا النظام الموجود وشبيه له في سورة الانفطار ذكرناها إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت نقول في هذه الحالة وأذنت لربها وحقت أذنت الواقع من الأذن على وزن أفق الأذن هي آذة التسمع يعني استمعت استعارة لمن يكثر استماعه هذا كناية عن طاعة أمر الله جل وعلا والتسليم له فإذا السماء تنشق لأنها مستسلمة لأمر الله جل وعلا ومطيعة له وحقت من الحق أي وحق لها أن تنقاذة لأمر الله جل وعلا السماوات والأرض كلها بقدرة الله جل وعلا وبيمينه كما في تعم طويات بيمينه كما في بعض الآيات إذن السماء والأرض مستسلمة لأمر الله جل وعلا في آيات أخرى يقول تعالى في سورة فصلة ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين فإذن السماوات والأرض مطيعات لأمر الله جل وعلا في تكونهما في البداية ونظامهما البديع الجميل النافع للإنسان مطيعات وإذا أذن الله بأن تنشق وتتناثر النجوم أيضا سيحدث ما شاء الله في كلمة حقة بعضهم قال أن المراد أن الخوف من يوم القيامة سيجعل السماء تنشق بس يبدو تفسير الأول أفضل أي وحق لها أن تنقاد لأمر ربها الله سبحانه وتعالى يذكر في آيات أخرى مشابهة من سورة طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فإذن هنا وضع الأرض هكذا يعني الآية الأخرى يقول وإذا الأرض مدت فالأرض إما تمد تكون كأديم واحد منبسطة لاجتماع الخلائق الأولين والآخرين أو فقر الرازي يقول لا يمدها أكثر مما هي الآن لتتسع إلى هذه المليارات من الخلائق إذا كانت كافية كافية إذا مكافية الله يمدها فتتسع لعدد كبير من الخلائق وإذا الأرض مدت وما بعد ذلك تأتي المرحلة تقول وألقت ما فيها وتخلت ألقت ما فيها ما الذي فيها والبشر الذي فيها يخرجون من قبورهم إلى ظاهر الأرض ولهم حياة جديدة ومعيشة جديدة في يوم القيامة وهذه الآية مشابهة للآيات أخرى في سورة الزلزلة وأخرجت الأرض أثقالها هنا يقول وألقت ما فيها وتخلت أو في سورة النازعات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة سبعضهم يقول ليس المراد ألقت ما فيها هو البشر وإنما المعادل والكنوز ستخرج من الأرض كما الأموات يخرجون يعني كل ما في باطن الأرض من معادل وكنوز سيخرج كما يخرج الإنسان سبعضهم يقول المواد المذابة في باطن الأرض على كل حال هذه آراء مختلفة إجمالا الأرض تخرج ما في بطنها سواء كان من البشر أو من المعادل أو من المواد المذابة ومشاكل وأيضا وأذنت لربها وحقت إذن ما سيحدث من كوارث في بداية يوم القيامة أو من أحداث يوم القيامة هذه حق والأرض والسماء كلهم يستسلمون لأمر الله جل وعلا لحادث جديد ووضع جديد وهو المعاد في يوم القيامة هناك يرى الإنسان بأم عينيه ما يجري بعد هناك ليس احتمال أو ظن كما في الدنيا بعضهم يقول ما أدري سأكون يوم قيامة ما أكون أكون حساب ما أكون ممعلوم ون يقول إلى آخره بعض الناس يوسوس لهم الشيطان فيشككون بذلك ولكن الله يقول في يوم القيامة بعد تتجلى الحقائق أمام الإنسان هنا القرآن الكريم يخاطبه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقية وإذا كان هذا الأمر سيحدث في يوم القيامة والإنسان سيكون هو وعمله أمام ربه فالأولى أن يبدأ أن يكون عمله صالحا في الدنيا إنك كادح إلى ربك كدحا الكدح على وزن مدح يعني السعي والعناء الذي يخلق أثرا على الجسم والروح أي له أثر من شدة السعي يسمى الكدح يعني بعضهم يعبر عنه كما في الفخر الرازي والكشاف جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر فيها يعني يبذل جهدا كبيرا ويؤثر فيه يقول يكدح يتعب يأثر في نفسه هذا الجهد ليس جهدا بسيطا يقول إنك كادح إلى ربك أنت تتعب وتجاهد نفسك في الدنيا وتقوم بأداء الواجبات وتمتنع على المحرمات وتجهد أيضا في تجارتك في عملك والأعمالك تكون صالحة ولكن الدنيا إذا كان فيها تعب وعناء الهدف هو الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى كادح إلى ربك كدح فملاقيه كما في أي قرأ إنا لله وإنا إليه راجعون كأنه إنا لله في البداية نحن الله خلقنا وسوف نرجع إلى ذلك العالم أيضا نأتي في يوم القيامة قوس النزول وقوس الصعود كما يعبر عنه البعض ونأيضا نقول إنك كادح إلى ربك فملاقيه لقاء الله في يوم القيامة في عرصات اللقاء الذي الحق الذي لا حاكم مطلق إلا الله جل وعلا والبشر جميعا من أنبياء ومرسلين ومؤمنين وغير مؤمنين كلهم ساكتون كأن على رسم الطير ينتظرون الأمر الإلهي والأمور تتجلى عند الإنسان بشكل واضح يمكن بالدنيا كذلك الأمور كلها بيد الله بس الإنسان غافل ينظر أنه عنده جهد وعنده عمل وفلان يؤثر وفلان يظهر وفلان يعطي فلان يمنع يظن أنه لا هناك عوامل ومؤثرات غير الله موجودة أما في يوم القيامة بعد تنتهي هذه الأوهام من الإنسان يرى أن الأمور كلها بيد الله أنك كاد إلى ربك تعبير ربك لم يقول إلى إلهك أو إلى خالقك أن الرب من التربية الله سبحانه وتعالى هو يربي البشر تدريجيا من خلقهم من أدابهم من صحتهم عافيتهم طعامهم شرابهم رزقهم إلى أن يكبر الإنسان كما الأب يربي ابنه هذه النعم التي يربي به ابنه نعم إلهية الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا فهنا يؤبر أنك كادح إلى ربك ربك الذي اعتنى بك من يوم ولادتك بل قبل ولادتك وإلى أن كبرت وأنت عمرك والله كان معك يربيك ويهتم بك فأنت كادح والنتيجة تصل إلى الله جل وعلا هناك والكلام للإنسان يا أيها الإنسان وليس يا أيها المؤمن كل البشر كل الناس هذا الكلام لهم أن الله سبحانه وتعالى وضع فيهم القدرة اللازمة للعمل الصالح ولكن إذا التزموا يسعدون إذا لم يلتزموا نعوذ بالله يشقون فالآية كما مشابه لما الآية الأخرى في سورة النجم وأن إلى ربك المنتهى هنا نقول كدحا فملاقي في آية سورة فاطر وإلى الله المصير فإذا كان المصير إلى الله جل وعلا المصير والنتيجة أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ماذا سيحدث هناك يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا هنيئا للمؤمنين هذا الذي يُعطى كتابا بيمينه أمام الخالق وأمام البشر كله في يوم الحساب والناس خوف ورعب وحر وتعب وعنا وشقاء في ذلك الموقف الرهيب والنسان لا يدري ما يفعل به يرى بعض الناس تأتي لهم حسنات مثل الجبال ثم تدريجيا كلها تقفت ولا يبقى منها حسنة واحدة نعوذ بالله هذا من حبط الأعمال إذا كانت الأعمال لغير الله فتحبط أعماله والإنسان يمكن عنده حسنات في الدنيا هو مأمل ولكن يشوف واحد عنده حسنات أكثر من جبال من الحسنات مرة وحدة هذه الجبال من الحسنات تهوي ولا يبقى منها حسنة واحدة لأنها لم تكن لله كانت نفاقا أو عنده ثواب كثير لكن هذا الثواب انتقل منه إلى شخص آخر لماذا؟ لأنه استغابه في الدنيا ولم يسأله براءة الذمة وتنتقل حسنات إلى حسنات الآخرين أو يرى أن بعض الناس مسجلة عليهم ذنوب يقول إليه أنا ما عملت هذه الذنوب في حياتي يقول نعم أنت استغبت فلان فإحنا نقلنا ذنوب وسيئات إلك فهذه ذنوب الشخص الفلاني هذا ليستغيب مبس حسنات إخسرها أحيانا هم ذنوب الآخرين تيجي إلى نعوذ بالله من مثل هذه الذنوب وتشديد طبعا على الغيبة لأنه يفرق المجتمع يمزق المجتمع حالة المودة والصلح والمحبة والإخاء بين المؤمنين وبين المؤمنات هذه تروح تتمزق بالغيبة والنميمة والتهمة وسوء الظن بالآخرين الله هو الستار يستر على العباد ذنوبهم فليش أحنا نهتك ذنوب الآخرين إذا طلعنا على شيء لم يطلع عليه الآخرون ونروجه ونشيعه ويكون كأنه إشاعل الفحش للذنوب نعوذ بالله من ذلك فإذن المؤمن أيضا هناك خائف لا يدري ما هي النتيجة الآن يأتي وقت حسابه فإذا أوطيه كتابه بيمينه هناك يفرح فرحا كثيرا أنه نجا لم يكن من بين هؤلاء الذين خسروا فسوف يحاسب حسابا يسيرا يقولون ما هو الحساب اليسير يعني لا يطول الحساب هناك يطول يعني يوم القيامة خمسين ألف سنة فيه خمسين موقف كل موقف ألف سنة سالإنسان إذا يوقف موقف واحد فقط ويحاسب فيه هذه ألف سنة طول هذا الموقف وبذلك الحر الشديد وإنسان يتعرق بشكل كبير والظلام الكثيف الموجود ويعيش في هذه الحالة مثلا ألف سنة سالإذا موقف واحد ما نقول أكثر من موقف واحد ولكن إذا الله يسر حساب بسرعة تعبيرنا بالدنيا نقول عندها واسطة لا يقف بالسرعة لا يقف بالدور وإنما رأسا يأخذ معاملته يمضوها ويطوه فبعد ما يتعذب مع من يقف وينتظر ساعات في الدنيا ساعات في الآخرة هناك سنين بعد مو أيام سنين أو عشرات أو مئات السنين ربما آلاف السنين نعوذ بالله فإذن أذى الحساب اليسير هكذا عنده سيئات يمكن قليلة وغفل أن يتوب منها سليتاب منها غفرت ولكنه لتدركه الشفاعة فيعفى عن سيئاته إذا كان هو مؤمن محترم وبعض الذنوب خاصة بينه وبين الله لم يطلع عليها أحد ولكن كان ظاهر الصلاح نيتة زيدة سأحيانا الشيطان يزين للإنسان ربما يكون من الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات كما ذكرنا هذا المعنى والبعض الناس الله جل وعلا هو يحاسبهم حتى الملائكة لا تطلع على دفتر أعمال وصحف ما جرى عليه الله يحاسبه ويطلعه على سيئاته فيعتذر هناك يقول إله نعم سأنا عندي بعد السيئات موجودة شسوي الله ستر عليه في الدنيا ويستر عليه في الآخرة فيبدل هذه السيئات إلى حسنات ثم ينشر ديوانه وذا كله حسنات يتعجب من هذا الذي لا توجد في دفتر أعماله سيئة لا يعلمون أن الله قلب حسنات ورحمة وعطفا على عبده المؤمن والمؤمن الموالي لأهل البيت سلام الله عليهم الولاية الشرط في بعض الروايات يقول هذا لكم المؤمنون بالولاية هذه فضيلة لأن الحسنات يذهبن السيئات والولاية ومودة أهل البيت حسنا وهذه الحسنات تذهب باقي السيئات آية المودة تذكر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنا نزد له فيها حسنا وأن يقترف حسنا هذه الحسنات وهي مودة أهل البيت واتباعهم وموالاتهم ومحبتهم ومودتهم في الدنيا تؤدي إلى أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الحسنة تمحي تلك السيئات فممكن بعضنا اللي مودته عالية راقية فعلا يتبع أهل البيت مولق لقت لسان وعمل مخالف أهل البيت يقول كونوا زينا لنا هو ما يكون زينا لهم يقول بالروايات مضمون الروايات لو واحد في مدينة سبعين ألف وفيهم من هو أفضل منه فهو ليس من شيعتنا يعني هو أفضل واحد في تلك المدينة هذا المؤمن الحق هذا المؤمن الذي يتبع أهل البيت واقعا وحقيقة وبذا كان فعلا إنسان مؤمن هكذا الله ستر عليه في الدنيا يستر عليه في الآخرة إن شاء الله يكون من شيعة أهل البيت ليصيبنا هذا الثواب المراد إذن بالحساب اليسير كما يقول البعض أولا أنه أما العفو عن السيئات أو ثانيا الثواب على الحسنات وثالثا عدم المداقة في كتاب الأعمال المداقة يعني شدة الدقة أحيانا إذا الله يريد يدقق في أعمال نا هذه تطول بالمسائل يعني في كل صغيرة وكبيرة أنت ليش تسويت وليش ما سمعت وليش ما قلت وكان ممكن إيش تسوي وكان ممكن إيش تتعلم وكان ممكن إيش تصير وفلان قل لك وما دريت بال وذلانا صحا كما قلت بال وكان مفروض تروح للموعظة وما رحت للموعظة وتسمع محاضرة وما سمعت محاضرة تحضر دروس وما حضر الدروس وكذا إذا الله يريد يدقق عليه في كل صغيرة وكبيرة هذا صير من ديش الخمسين موقف يقف له موقف موقف من حسابه عمره فيما أفنى وهذا العمر فيما أفنى ماله فيما أنفقه وبعد ذلك المداقة أما المؤمن اللي الله سبحانه وتعالى يريد يرحمه أنك يقول يحاسب حسابه يسيرا بعد ما يدققون الحساب يقول يا بغض أن أظهر أسأل من تأي أو يلا هذا حسابه صافي يدخلوا الجنة إن شاء الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث من كنا فيه حاسبه الله حسابا يسيرا يعني ثلاث صفات ثلاث خصلات من كانت فيه هذه الخصال الثلاثة يحاسبه الله حسابا يسيرا وادخله الجنة برحمته قالوا وما هي يا رسول الله قال تعطي من حرمك إذا واحد يحرمك من عطاء من حق غيره وانت في يوم صارت عندك قدرة وقوة موت حرمة يقول والله انتقم منها الآن يشوف أنا شا سوبيه مثل ما سوبيه يقول لا إذا كان عمله سيء انت لش تقددي بعمله سيء انت قليل يكون عملك حسن إذن تعطي من حرمك وتصل من قطعك ساذا قطعك من الإخوان من الأرحام من الأصدقاء من المؤمنين ممكن هو لجعل لشبهة لخطأ لما يكون قطعك لا ينبغي أن المؤمن يقطع أخاه المؤمن أما الأرحام أصلا حرام قطيعة الرحم ولكن الإنسان يكون أسمع من ذلك هو يصل من قطعه وتعفو عم من ظلمك إحنا مرات من واحد يظلمنا كأنه ننتقم بعد شاوة انتقام سرعدنا وهي تبقى في بالنا ويغلق لبنا باستمرار ونذكرها سنة بعد سنة قبل عشرين سنة يقول في يوم الأيام كذا وكذا سوى كأنه لنبغ لا يغفر إذا أحنا يجل حاسب الناس نعوذ بالله نخشى الله ومن القيام ما يحاسبنا قل مثل ما أنت قضية صغيرة عشرين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة ما نسيتها الآن تريد أنه الله ينسق والله ما يحاسبك مثل ما أنت تحاسبنا أما هذا يريد أنه الله يغفر له يقول يا إلهي يعني اللي ظلمني ممكن كان جاهل ممكن كان ممتعمد ممكن قاصر ممكن مزاجه كان متعكر ممكن فاهم غلط لآخره الإنسان أحيانا عواطفه آراءه ودائما سوية فممكن كان فتشي أنا أجد لمبرر يعني أحمل أخاك على سبعين محمل حسن في مضمون الرواية وإذا لم تجد في سبعين محمل حسن أنت سوي واحد وسبعين أنت أجد لفرد عذر من عندك وأحمل على محمل حسن والإنسان إذا كان هكذا في الدنيا هو يعفو عمن ظلمه ويستغفر لهم النبي صلى الله عليه وآله تحمل الآلام الكثيرة من قريش ما ذلك ما دعا عليهم كون دائما نقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إذن نحن نقتدي بنبينا ونعفو عمن ظلمنا طبعا في بعض الروايات يقول الدق في الحساب تتناسب ودرجة عقل الإنسان وفهم الإنسان الإنسان العاقل الفاهم الواعي كما أن درجته عالية حسابه أيضا عسير ما يقول يا بذول العوام ما يساعد شي يساوون الله يغفر الله يغفر لهم يقول لا أنت حسابك واحد أنت عاقل أنت مثقف أنت تفهم أنت واعي أنت حسابك مختلف ما تقاير نفسك بجهلة الناس عوام الناس اللي عقلهم وفقهم ضيق فأنت كما الله يعطي لك مقام عالي في الآخر والمفروض أيضا تحاسب بمستوى عقلك وفهمك إذن الإنسان لا يأمل أنه يحاسب حساب يسير إذا كان لا يتبع عقله رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال إنما يدق الله يعني يدقق في الحساب الشدة الدقة يدق الله العبادة في الحساب يوم القيامة على ما آتاهم من العقول في الدنيا فإذن فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير وينقلب إلى أهله مسرورا سألهم من هم هؤلاء في يوم القيامة قيل أهله زوجته وأولاده إذا كان من أهل الجنة والله يلحق أحيانا وأحقنا بين ذرياتهم وأزواجهم لتقر أعينهم يلحق الزوجات والأولاد بالآباء المؤمنين لتكون أقر لعيني الآب أو الزوجة إذا كانت هي مؤمنة وزوجها كان عند بعض الظنوب الله يغفر للزوج على حساب زوجته أو للأولاد يغفر لآبائهم لكرامة للأولاد أو بالعكس يغفر للأولاد كرامة للأباء بالنتيجة العائلة الله إذا واحد بهم مؤمن ممكن الله يغفر للباقين بعض الذنوب اليسيرة لكي يجتمعوا مع بعض فأنا حينما يقول أنه وينقلب إلى أهلي مسرورة يذهب إلى زوجته وأولاده المؤمنين وقيل الآهل الحور العين لأن الحور العين تنتظر ينتظرنا المؤمن في الجنة بعضهم قال الأخوة المؤمنين الذين كانوا معه في الدنيا هم أهله جماعته وأصدقائه وعاشوا مكان واحد مؤمنين متحابين في الدنيا الله سبحانه وتعالى يجمعهم في الآخرة إن شاء الله سأل أقوال متعددة ولا مانع أن تكون كلها صحيحة في رواية عن أمير المؤمنين في تفسير إذا السماء انشقت أنه قال إنها تنشق من المجرة هذه رواية في روح المعاني للآلوسي وفي الدر المنثور تنشق من المجرة الواقع من معاجز كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن المجرات سوف تتفكك وهذه النجوم سوف تتناثر إذا كانت الجاذبية بين الكواكب والنجوم في داخل مجرات ضعيفة فالنجوم كلها تتفكك ونحن في مجرة درب التبانة ونعلم أن هذه ممكن أن تتفكك كما يقول تنشق من المجرة وموضوع الكدح أيضا رواية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول الراحة لم تخلق في الدنيا ولا لأهل الدنيا أظن الناس غالبا أنه يقول إذا تلي بتعب بعناء بفقر أو بمرض أو بحاجة أو بأي سبب من سبب التعب والعناء كانوا يعترض على الله يقول الناس كلها مرتاحة بس أنا الناس كلها زينة بس أنا الناس كلها أدهى ما تريد بس أنا يعترض على أمر الله جل وعلا وهذا لا يصح أولا الاعتراض على أمر الله وليعلم الإنسان أنه أصلا الراحة لم تخلق في الدنيا ولا لأهل الدنيا ما دام الإنسان في الدنيا هي دار بلاء وامتحان دار تعب وعناء ليست دار راحة حتى لو كان عند مال وعند جاع عند بيت عند زوجة عند أولاد عند كل شيء مع ذلك هناك تعب عنه بالنتجة الحاجة البشر إلى الآخرين حاجة الموجود المادي إلى الأمور المادية من حر أو برد أو مرض ومشاكل من أمور ضعف في الجسم غيره هذه كلها تولد بلاء وعناية ليس فقط المال ما الممكن يحقق جزء من ما يحتاجه الإنسان ولكن إذا ما عنده صحايا شون الفائدة عنده أفضل الأنواع الأطعمة وما يقدر يأكل شون الفائدة إذن هناك في الدنيا دائما بلى يقول زين العابدين سلام الله عليه أن الراحة لم تقلق في الدنيا ولا لأهل الدنيا إنما خلقت الراحة في الجنة ولأهل الجنة والتعب والنصب خلق في الدنيا ولأهل الدنيا هناك راحة ولكن هنا تعب ونصب وما أعطي أحد منها جفن إلا أعطى من الحرص مثليها ساذا شوية واحد حصلهم في الدنيا حرصة يزود يريد أزيد وأزيد وأكثر وأكثر حرصة يزود ومن أصاب من الدنيا أكثر كان فيها أشد فقراء ليش أشد فقراء يقولون سلام الله لأنه يفتقر إلى الناس في حفظ أمواله ساذا اللي ما عنده مال ما يخاف عليه يفقد أما اللي عنده أموال يخاف أنه تفقد تصادر تحترق المستعجرين ما يدفعون إيجار يدخل محاكم مشاكل بلاء عناء يحسد ما يقوم بواجبه ويحاسب يوم القيامة بالنتيجة المال أكو حق عليك مثلا في أموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم إلى آخره فيقول كل ما يزداد كان أشد فقرا لأنه يفتقر إلى الناس في حفظ أمواله ويفتقر إلى كل آلة من آلات الدنيا فليس في غنى الدنيا راحة لا يتصور الإنسان يرتاح في هذه الدنيا في حديث آخر يقول عليه السلام كلا ما تعب أولياء الله في الدنيا للدنيا بل تعبوا في الدنيا للآخر كان المؤمن أولياء الله حينما يتعب في الدنيا ليس للدنيا إذا يتعب بالحمل بالجد الجهد الأمر بالمعروف النيعان المنكر وقضاء حوائج الناس بالنتيجة تعب عليه زيارة المرضى تشييع الجنائز الاهتمام بالآخرين زيارة هذا كله يأخذ من وقته من ساعاته إلى آخر التعب لكن يقول هذا تعبهم في الدنيا ليس للدنيا مو حتى يحصل في الدنيا منصب أو جاء أو يطمع بشيء لا هو عملوا للآخر يقول هذا فيه أجر وثواب وأنا أقوم به للآخر فإذن ما تعب أولياء الله في الدنيا للدنيا بل تعبوا في الدنيا للآخر بعض المراجع كان يقول أن الإنسان العاقل يعلم أنه في الدنيا تعب على كل حال لا بد في الدنيا داروا بلاء وامتحان تعب بها ولكن العاقل هو يختار نوع التعب اللي بي أجر وثواب أزيد هو يختار التعب الإله مو يختار له فأكو عمل يمتلذى أعمال كلها فيها أجر وثواب ولكن ياه اللي أكثر ثوابا هو يختار ذاك الأكثر ثوابا يتعبي ولكن ثوابا رح يكون زيادة كما في الأرباح في الدنيا تجارات متعددة ولكن يختار التجارة اللي بي أرباح أكثر من غيرها فالعاقل أيضا يختار تعب الدنيا ذاك التعب الذي يعطيه أجرا كبيرا أكثر من باقي الأجوم الحقيقة فسوف يدعون ثبورا ويصل سعيرا نعوذ بالله يصل النار لأنه كان في أهله مسرورا كان فرحان ومستغني وعايش ودنيا وبناء هذا هو ماكو شيء ولكنه لا يدري أنه في الآخرة هناك حساب عسير عند الله أنه ظن أن لن يحور بلى أن ربه كان به بصيرا مسأنا لن يحور يعني الحوار من الرجوع أو التردد يعني كان يظن أنه لن يرجع إلى الآخرة ولكن رجع إلى الآخرة ونعوذ بالله المؤمن فرحان كتابه بيمينه والكافر ربما أحد المعاني أنه كتابه من ياخذ بالشمال يستحي منه فيضم وراء ظهره حتى محد يشوفه ما يعطى من وراء ظهره أو في بعض الروايات تصوره تدخل يده وتخرج من ظهره في بعض الروايات يقول أنه رأسه ينقلب يكون متجه إلى الخلف بعض الآيات أيضا تبين هذا المعنى في أولئك الذين يأخذون كتاب من وراء ظهورهم ثم يقسم القرآن فلا أقسمه بالشفق الشفق الحمر المغربية إلى أن اتصالوا النهار بالليل لما يكون النهار خفيف الضياء خفيف إلى أن يبدأ ظلام الليل الشفق والليل وما وثق يعني ما اجتمع فيه من أمور تدري الناس ترجع في الليل إلى البيت تجتمع العائلة الحيوانات ترجع إلى مساكنها تجتمع في الليل هو مجمع للناس والقمر إذا اتسق القمر إذا اكتمل الله يقسم بالشفق بالليل بالقمر هذه ثلاث آيات حول الليل يعني وعظمة الليل بداية الشفق ثم اجتماع الناس في الليل في بيوتهم وطلوع القمر لتركبون طبقا عن طبق هذه طبقا عن طبق معاني مختلفة ولكن معنى واحد رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يقصد بها الحالات التي مرت بها الأقوام السالفة سواء كان حسنة أو سيئة إشارة إلى ألوان التكذيب والإنكار الذي يقع في هذه الأمة أنواع من التكذيب صار في الأمة السابقة وهذه الأمة سيحدث بها مشابه لذلك بعضهم يقول طبق عن طبق يعني حالات الإنسان من كان نطفة إلى أن يكبر أو سلامة والمرض إلى آخره هنا يقول لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون الله يسأل لماذا لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن بعد سالآية إذا أكملها فيها سجدة لا يهتمون بالقرآن إننا معنى السجود الذي وارد ترى السجود المتعارف وترى السجود بمعنى الاستسلام لأمر الله جل وعلا فكأنه بعضهم يقرأ القرآن بس ما يستسلم لأمر القرآن القرآن يقول وجعلناهم أئمة نحن جعلناهم الله جعلهم أئمة هو يقول له لازم ننتخبهم بكيفنا ونسوي شراء وولاة الأمر بانتخاباتنا الله الله يقول جعلناهم يقول لا إله ما يريد جعلنا إحنا بكيف نريد القرآن يقول أهل البيت هم المطهرون اتبعوهم يقول لا إحنا ما يعجبنا نتبعهم نتبع غيرهم وهكذا معاني القرآن لا يستسلمون الله أصلا يفسر القرآن بمزاجه وبرأيه وما هو يريد وإذا كان آية واضحة في شيء يحرف معناته له هؤلاء إذن لا يستسلمون لأمر الله هذا لهم عذاب شديد فيهم القرآن بل الذين كفروا يكذبون عبر عنهم كفروا باعتبار التكذيب المستمر والتعنت المستمر والإصرار على مخالفة الحق ومخالفة القرآن والله أعلم بما يعون يعون من الوعاء وهو الظرف يعني الله أعلم بنياتهم وما في داخلهم فبشرهم بعذاب أليم نعوذ بالله يقول بشرهم البشارة عادة للأخبار السارة ولكن هنا يقول كان نوع من الطعن والتعريض بهم يقول بشرهم لكن مو بأخبار سارة بل بعذاب أليم أليم يستثنى من أولئك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون هنا إما بمعنى استثناء إلا الذين آمنوا أو بمعنى فتح الباب إلى أولئك أن ذول اللي ما يستثمون للقرآن الله الله يريد يرجع هؤلاء إلى الحق يقول إذا رجعتم إلى الحق وأبصرتم طريقكم واستبصرتم في طريق الهداء واتبعتم ما أمر الله جل وعلا به أن يتبع من سيرة النبي وسنته وسيرة أهل البيت وسنتهم سلام الله عليهم وأنها تكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون هذا باختصار تفسير هذه الآية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصالحين الواعين الذين ينجون في يوم القيامة بشفاعة الزهراء لندخل الجنة في أول الداخلين اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك المنة أن من أنت علينا بولاية محمد وعال محمد فثبتنا على ذلك ما دمنا أحياء وأمتنا على ولايتهم وحشرنا في زمرتهم يوم القيامة وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجل فرج وليك صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه اللهم أملأ به الأرض قصة وعدلة كما ملئت ظلما وجورا اللهم أقضي بمحمد وعلي محمد حوائجنا واشفي بهم مرانا خصوصا المنظورين وارحم بهم موتانا خصوصا ذوي الحقوق واغفر بهم ذنوبنا وعصمنا بهم من الخطأ والزلل والسائي والنسيان حتى لا نتأذى بشيء من ذلك في الدنيا ولا في البرزق ولا في الآخرة اللهم أحفظ أولادنا وبناتنا وشبابنا من شر الشيطان وشر السلطان وطوارق الزمان اللهم اجعل الظالمين بالظالمين واجعل المؤمنين من بينهم سالمين غانمين اللهم لك الحمد ولك الشكر أن من أنت علينا بنعمة الولاية فتقبل ذلك مننا وارزقنا يوم القيامة شفاعة محمد وآل محمد اللهم وارزقنا من حوض الكوثر شرابهم وعلى الصراط مرافقتهم وفي الجنة مجاورتهم في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإلى روح موت الحاضرين وشيعة أمير المؤمنين وممات على الإيمان خصوصا من العلماء والشهداء رحم الله من يهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة قبلها صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رحمة الله الرحمن الرحيم